إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وشيخنا محمدًا ابن عبد الله عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا أبكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أما بعده فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشغى الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار عباد الله بعد الشكر والثناء أُوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه قد افاز ونجح من اتقى الله سبحانه وتعالى نقص نقوني وإسلام وابنزي نوفواسي وامتم محمد صلى الله عليه وسلم بَعَلَيْكُمْ شُكُورُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَقُتَاكَ رِحْمًا أَمَانًا زِيوِ بَمُجَنَائِكِ بِنزِي وَأُمَهُ نَيْسِي مُنْجِينِ نِمْتُومَ مُحَمَّدْ صلى الله عليه وسلم نَقُسِيَنِي وَمُجَنَكُ يُسِيَ نَفْسِيَنْهُ كُشْكَمَانَ نَجَمُّ الزِّتُ لَكُمْ شَأَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هل تقولون ليسلم؟ كُمَيْسِي نَفْسِي حَيَا يَدْنِيَا وَمَيْشَهَا يَدُنِيَا يَا مَيْشَهَ أَخْيَرَةً بَسْي لَزِي مَ تُشْكَمَانَ نَجَمُّ زِي مَ لَكُمْ شَأَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أما عنوان خطبتنا اليوم أما عنوان خطبية يليه إن سيما شهر يغفل الناس عنه موزي أبو وتوينجه غفل كناو موزي أبو وينجي كتيك وإسلام هو تونجي ساحاه سانا تونغفل كناو عباد الله ها قد مضى شهر رجب بلا شك تياري موزي ورجب مكوشة ملزيكا نحي بليو توبو تريعي يتانو أما يسيتا ناني موزي وشعبان تياري موزي ورجب مكوشة ملزيكا وهل علينا شهر مبارك نتياري مكوشة أناما موزي ونباركا شهر موزي أبو أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أليكوة أكي أبدا منو كيبنزيكيتهم ولمويتهم تومي محمد صلى الله عليه وسلم نموزي جاني يمباركا أليكوة أكي أبدا منو نتياري مكوشة عندما شهر ترفع فيه أعمالنا إلى الله نموزي أبو ما تنريت سيسي وأميني وإسلام هبليكوة الله سبحانه وتعالى هذا الشهر موزيه ونبسانغوني وإسلام كان الصالحون من هذه الأمة ولكوويمة وأمه وامتم محمد صلى الله عليه وسلم يستعدون فيه ونفاني ونفاني مانداليز نانيا موزيه ويتسابقون فيه على طاعة الله نالكوة وكشدانا نانيا موزيه كتيككم تي الله سبحانه وتعالى لكن فيه وكان يراجع فيه العاصون أنفسهم وينيكو تيندى مع عاص وليو أمراه ولكوويمة ومزاما نانيا مع عاص ولكوو نانيا موزيه وكريجيكو الله سبحانه وتعالى ليتوب الله عليهم إلي الله سبحانه وتعالى أقبال توبزاه لكوزنوني وإسلام شهر نوزي أمراه قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوزنون زيا كيبزي جيتم تم محمد صلى الله عليه وسلم أقسي ما يقوم به ذاك شهر هو نوزي أمراه يغفل الناس عنه وتوينجه غفليك ناو نيكويني كبيسة وتوينجه غفليك نوزي هو بين رجب ورمضان وزي هو أبوكاتي رجب نرمضان فتعال أخي الكريم جوه وندوقيانه مكرم فوتانا فمجنامي لنستمع سويا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نفواتي تيغسي كيولاكو تويزي كسكليزا منينو أمبايو يليو أبوكي وكتوكا كماما ووميني عائشة الله أمري دي تحدثنا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أنا توبا خباري أنا تويلزي حال يمتمويت محمد صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان نانيا موزي وشعبان أليكوى بيبي موالمويت كيبنزي چيت نانيا موزي وشعبان ناكما كيلي تنادى يخوى با نحبه تنامبين باسنا تكي وتنفواتي كما ذي الله لقسم الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سيما امتم محمد صلى الله عليه وسلم كما كيلي ننبين الله سبحانه وتعالى فاتبعوني فاتبعوني باسيني فواتيني هيدين لذي يبقوا حاليا موالمويت نانيا موزي وشعبان بس كما تنادى يقوان تنمبين الله تنفواتي كيبنزي چيت تنتم محمد صلى الله عليه وسلم كتك حديثي يبقى أميبكي إمام البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنا سيما قالت أمي سيما عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجفتا كمونا من يومبي والله سبحانه وتعالى استكمل صيام شهر قط سيجفتا كمونا من يومبي والله سبحانه وتعالى أمي كميليشة موزي وكوفونغ كبسة إلا شهر رمضان اسبقوا موزي ورمضان أليكوا أكوفونغ كميلي موزي ورمضان وما رأيته نسيجفتا كمونا في شهر أكثر صياما منه في شعبا س Evet موزي ورمضان موزي ورمضان الوصول نسيجفen الوصول نسيجفن وظهر نسيجفن سيجفن وطبا وشعبا وفي رواية لأبي داود قالت أنا سيما عائشة كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكوة كان يحب الشهور أن يصبحنا في ذلك زيدي كنتم محمد صلى الله عليه وسلم أن يصوم كفنغ دانيا موزي هو شعبان ولكوة موزي وشعبان ولكوة مطومي صلى الله عليه وسلم أكفنغ من موزي وشعبان ثم يصله برمضان كشباة كفنغ موزي وشعبان يجبكوة ولكوة وكاملشي وت بعد يحاق أن يجي دانيا موزي ورمضان نكوين رليا نفنغ يلزيم لكوة موزي وإسلام فقد روال التلمذي والنسائي عن أسامة ابن زيد قال قلت يا رسول الله نلipata kumambia يوميوميو الله سبحانه وتعالى لم أرك tasumo شهران سجا pata kukuona ukifunga mwezi mina shuhuri katika miezi ma tasumo من شعبان كما vile una vifunga شعبان سجا pata kukifunga sana سجا pata kukuona ukifunga sana كما vile una vifunga mwezi wa شعبان قال akasema kipinzi chetu kumjibu asahabiyu aljaril Osama ابن زيد akamjibu akajibiwa na mtumi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuambiyo ya kuamba ذلك shahrun huwe mwezi wa shahban ni mwezi anbao yaghfulu annaas anhu bayna rajab وramadhan ni mwezi anbao watuwingi huwafili kanao na ni mwezi anbao na patkana kati ya rajab na ramadhan wa huwa shahrun na pya ni mwezi anbao anani liya kuyya zungun zaman in huayya amtumi wytu muhammad sallallahu alayhi wa sallam kukusima wa huwa shahrun na wupia ni mwezi anbao turfaw fihi l-aamalu ila rabbi al-alamin matendo ya waja wema matendo ya waja upelekwa kwa muumba wa walimwengu wote fawahibbu an yurfaa amali wa anasaaimun anasema ni napenda matendo yangu ya ufeishwe ya pilekwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala haliakua nami nimifunga hithidhiyo alibukua kipizichaytum tume muhammad sallallahu alayhi wa sallam nani yishabani ka anahu arada an yakula likulli muslimi kanakwambam tumiwetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliku sudiyakum wa anbiya kila muslim ya muslim ayo muslim la yanbagi laka an taghful an illa hina yaghful an naas haytakikani kwa kwewe kwa ghafulika na allah subhanahu wa ta'ala khali ambako watuwengi wa na ghafulika watuwengi wa na ghafulika dania uwez wa shabani basi wewa usi ghafuliki usi ghafuliki kumti allah subhanahu wa ta'ala nakufanya khairi mbali mbali ili uwez kuwa kariibu zaidi na allah subhanahu wa ta'ala nabiyuna kariim nabiyyuna kariim kabiisa sallallahu wa alayhi wa sallam yuridu min khilal kalamih an yunabih an yunabih jamiya ila ahemiyyye imara ti aokati ghaful naasi bit ta'ala anata kutu tanabahisha kutu zinduwa kwa ambawatutu tui kariibu na allah subhanahu wa ta'ala kwa utiifu kwa yanbaqu watu ingi wanakuwa wami ghafirika wa hatha ma kana ya faluhu salafuna sari na hithi ndibyo ambawatutu lukuzanguni wa islamu wa kifanya wema waliyo tangulia walikua nasifa kama hii shabani inapofika wanajitahidi kufanya khiri mbali mbali ikiwemo khiri ya kufunga mno ndani ya mwezi huu kwa ajili ama kwa sababu wamefundishwa na kipinzi wa umahu mtumewetu muhammad sallallahu wa alayhi wa sallam lukuzanguni islam wa haa kadi madha rajab bila shaka rajab nikuisha malizika anta faailu mada anta faailun fi shaaban wewe utafanyanini katika shaaban umefanyanini mpaka ivisasa tarihi ya tano ama wengine tarihi ya sita umefanyanini yiulizi kitu gani ambacho umekifanya kwa ajili ya kutaka razi zaki allah subhanahu wa ta'ala inkunta turidu ramadhani kama umekusudi ya ramadhani umefanyanini mpaka ivisasa jetayari umeanza kufanya jeramba jetayari umeanza kufanya mazuezi ya namnadhani ya kuingia andani ya ramadhani mimi na wewe yiulize nafsi yaku jetayari umeanza kujianda kuipoke ya ramadhani kufanya islam istagfiru rabbakum innahum kana ghafara alhamdulillah wa salatu wa salam ala alhabib muhammad sallallahu alayhi wa salam wa ba'd lukusanguni wa islam piya katkamara ya pili na yusiya nafsi yanu pamujena kuziyusiya nafsi zinu kushkamana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala lukusanguni wa islam tayari tumekwisha utambua mwezi ambao watuwengi mukhafilika nao nao ni mwezi wa shaaban na tayari tumekwisha tambua na mnagani mwalimu wetu kipenzi chetu shekhu wetu mtume muhammad sallallahu wa alayhi wa salam alibyokuwa anakuwa ndani ya mwezi wa shaaban hasa kazi ni mimi na wewe ye tutamfuata ama tutakengi uka ama tutafuwa tamambu yetu kwa hivu la mwimu lukusanguni wa islam tumweige na tunfuate walimu wetu mtume muhammad sallallahu wa alayhi wa salam kwa namna ambavyo alibyokuwa anakuwa nani ya mwezi wa shaaban lukusanguni wa islam wa min annaas namiyunguni mwawatu man afdara fi ramadhan almadhi kuna baadhi ya watu walifungua katika ramadhani ilio malizika katika ramadhani ya mwaka wajana kuna baadhi walifungua kwa sababu ya nyudhuru mbali mbali ima kwa marathi ambayo ya litarajiwa kupona ima kwa sababu ya safari ima kwa sababu ya nifas ima kwa sababu ya haith ima kwa sababu ya uje tunawakumbusha ya kwamba wajitahidi kukamilisha madini yao kabla ya kufika ramadhani yigini kama vila alibusema Allah subhanahu wa ta'ala wa man kana maridhan au ala safarin faiddatun min ayyamin ukhari ama yulia ambayo ni mgonjwa ramadhani mimbiriki ya kiwa mgonjwa au wa kiwa safarin masiku hayo atakuye kuyalipa siku nyingine lakini cha muhimu usijewka unganisha ramadhani ya mwaka wajana na ramadhani ya mwaka huu tuakungushe wakizetu upamuji na familia zetu kwa hakikisha ya kwamba wanalipa masiku walikua wanadaiwa ndani ya muizi wa ramadhani ulio malizika mwaka wajana kada ramadhani haya malizika na hindi livyo mafundisho ya kipizijetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yanabu tufundisha nukuzangoni wa islam jambo lingini ambalo naikumbusha nafsi yangu pamoja na nafsi zenu ni kujifundisha taallum ahkam asawum tujifundisha hukumu za funga tuingie ndani ya ramadhani tukiwa na ilimu usifungi ramadhani yani usingie ndani ya ramadhani unafunga hauna ujuzi nafunga yako nandiyumana Allah subhanahu wa ta'ala alimu ilizak pizijetu tumtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa' 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 l'm tambo anna hu la ilaha illa allah ya kwanba haakuna anifak wa budi wa kwa haqqis kwa allah wa staghfir li dhambik wa nuk juoni wa min tafsiri ahiyya kwanba al-ilm kabela al-amal ilimu kwanza kabla ya bitendo tusome funga yetu tusome ibada zetu haywezekani muislamu na babaishwa na maneno ya mtani manakuna anadhani kwa mba kimpigia muanaya akalia basi tayari funga yake meharibika kwa sababu tuwalisikia kwa fulani na fulani maneno ya mtani lakini hajamua kukaa darasani mashekwe wapo wengi tuwafuate watufundishe funga ni nini vinagyo haribu funga ni bitugani hivindigyo ambago islamu inatakiwa tuwe tuwingie ndani ramadhani tukiwa na ujuzi na ile ibada ambayo tunakuenda kufanya wala siyo tufanya ibada kwa kumuhiga tufulani fulani kafanya hivi na minafanya hivi tuwe na ujuzi na ile ibada ambayo tunayotaka kuitenda kinyume na hivyo siju tutakuenda kumuhileza nini Allah subahana huwa ta'ala hilo ni jambu alamwisho ambalo na kumbusha pamuja na kukumbusha nafsi ya kwamba tusome funga yetu na siyo funga tu kila ibada tusome mfano tuamue kufunga mskiti huu na tuwanze kumskiliza kila mwumini swala yaki waweza kukuta ni yaibu kubwa sana yani wapo islamu anaswali bora kaswali hiyo swala yanamunagene nani kakufundisha hivyo lazima uisome ibada yako lazima uisome swala yako uena uwakika na kile unacho kisoma kunawatu unaweza kumkuta sahimu ya kuleta sahimu ya atta'iyyat anasona suratul fatiha sahimu ya kuleta istighfar utamskir 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 pss imtihani lukizanguni islam تصوم عبادة زد يجب عليك بردت كل ما فنزح يعني أني أبذي تتاكى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أحمن رحمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وأخمي الصلاة